كلم دلوقتي على طبق مهم جدا وهو موضوع البرائمز البرائمز اللي هي الاعداد الاولية الاعداد الاولية بتستخدم في applications كتير جدا في الكمبيوتر ساينز محتاجين الاول نعرف definition للبرائم نمبر ولو ما كانش الرقم ده برايم او عدد اولي المسمى بتاعه اللي ممكن يكون عليه وهكذا يبقى الرقم بتاعي لو كان انتجر موجب عدد صحيح موجب اكبر من الواحد بنقول عليه ان هو عدد اولي لو كان الرقم ده هو له البوسطف فاكتور الوحيد له هو الرقم نفسه اللي هو البي نفسه والواحد يعني الرقم ده بيقبل اسم على نفسه وعلى الواحد فقط وده طبعا بشرط ان هو بيكون عدد صحيح موجب اكبر من الواحد طيب في حالة ان ما كانش محقق الشرط دوت يبقى البوسطف انتجرز اللي هو بيكون اكبر من الواحد ولكنه نوب برايم بنقول عليه ايه اللي بنقول عليه كومبزيت يبقى الكومبزيت نابر هو رقم برضو صحيح وموجب واكبر من الواحد ولكنه يقبل اسم على رقم غير نفسه وغير الواحد يعني بيقبل على الواحد وعلى نفسه وعلى رقم كمان او اكتر على الأقل بيقبل اسم على رقم كمان غير نفسه وغير الواحد على سبيل المثال لو قلنا الانتجر 7 ده يعتبر prime number لأنه هتلاقي أن الـ only positive factors هو الواحد والسبعة مش هيقبل اسم على غير على الواحد وعلى السبعة في الأرقام طبعا اللي هي الانتجر وكمان لو جبنا رقم زي التسعة حلا أن التسعة أو الـ 9 هو يعتبر composite لأنه بيقبل اسم على التلاتة ده غير أنه بيقبل على الواحد وعلى التسعة هو بيقبل كمان على التلاتة فده يعتبر composite number والتسعة ده يعتبر برضو positive integer greater than 1 إذن هو composite والـ 7 ده يعتبر prime الواحد ما يعتبرش prime لأنه هو ما بيقبلش اسم على الواحد بس وهو الواحد أصلا هو نفسه فإنما الـ prime numbers بيقبل الاسم على الواحد وعلى نفسه فلازم هو يكون عدد مختلف عن الواحد كمان لو قلنا الانتجر N دوت composite دوت لما يكون فيه عندك انتجر E حيث الـ E دوت بيدفايدس الـ N يبقى الـ N ده composite هيوجد عندك E الـ E ده بيدفايدس الـ N ده معلول الـ N بتقبل الاسم على الـ E تكلمنا طبعا عن الموضوع ده بالتفصيل والـ A دوت هيكون أكبر من الواحد وأقل من الـ N يعني انت عندك رقم معين الأرقام اللي هي الـ positive integers اللي أكبر من الواحد وليكن مثلا الـ 2، الـ 3، الـ 4، الـ 5، الـ 6 وهكذا دي الأرقام الـ positive integers الـ greater than 1 اخترنا منهم مثلا أي رقم وليكن الرقم الـ 4 فهتلاقي إن الـ N هنا بتساوي الـ 4 دوت الـ composite نفسه اللي هو الـ 4 فإمتى يبقى ده composite فعلا قال لي لو توجد حاجة من الأرقام اللي قابله بتقبل الاسم أو الرقم ده بيقبل الاسم عليه يعني بالـ divide from the 4 فهتلاقي فيه مين؟ فيه الـ 2 فهتلاقي إن الـ 2 بالـ divide from the 4 هو ده اللي أنا عايز أقوله هنا إن فيه عدد A بـ divide from the N موجود فيه الفترة اللي ما بين الواحد وما بين الـ N يعني ما بين الـ 4 وما بين أكبر من الـ 1 وقل من الـ 4 وأكبر من الـ 1 يبقى ديال الـ 4 اللي هي الـ N بـ 4 وده الـ 1 فيبقى عندك الـ 2 والـ 3 اللي هم الرقمين دول والـ 4 بتقبل الاسم على الـ 2 إذن الـ 2 بـ divide from the 4 إذن الرقم ده فعلا comps at number لأنه بيقبل الاسم كده على الـ 2 وعلى الـ 1 وعلى الـ 4 وهكذا بقى مع جميع الأرقام الثاني theorem number 1 المسمى بتاعها دي قعدة مهمة جدا ولكن أي عدد صحيح أكبر من الواحد يعني زي ما قلنا اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهكذا الأعداد الصحيح اللي أكبر من الواحد هي الأعداد دي تقدر تكتبها بأحد طريقتين الطريقة الأولى دياني تكتب بصورة نفسها يعني بصورة فريدة زي نفسها يتبقى prime number زي التلاتة، زي الـ 2، زي الخمسة هو لما تيجي تمثله هيبقى هو نفسه، الرقم نفسه أو حاصل ضرب 2 أو أكتر من الأعداد الأولية يعني يجيب الـ 4 مثلا يقول دي عبارة عن 2 في 2 يجيب الـ 6 مثلا يقول دي عبارة عن 2 في 3 يبقى بيمثل الأعداد كلها يأما عن طريق إن هي نفسها عدد أولي يأما عن طريق إن هي حاصل ضرب أعداد أولي دي تيوري مهمة جدا والعدد الـ composite أو لو كان الـ n دوت composite integers يبقى نقدر نقول إن الـ n دوت has prime divisor less is than or equal to square root of n يبقى العدد الـ composite إنا طبعا عرفنا يعني إيه prime ويعني إيه composite الـ prime هو integers أكبر من الواحد بيقبل الإسمة على حاجتين بس الواحد ونفسه الـ composite هو رقم برضو integer أكبر من الواحد بيقبل الإسمة على نفسه والواحد وحاجة كمان على الأقل من الأرقام التانية يبقى في حاجة كمان على الأقل موجودة الرقم بيقبل الإسمة عليه ده الـ composite لو الـ n ده كان composite قال لي ده معناه إيه قال لي ده معناه إنه هو بيقبل الإسمة على رقم أقل من أو يساوي جزر الرقم نفسه جزر الـ n يعني الـ n ديت لو اعتبرنا إن هي بمية هل المية دي prime ولا لا قال لي المية ديت تعتبر prime ولا لا عشان نبقى نعرف كده نمرايحين جايبين الـ square root للـ 100 الجزر التربيعي للمية ونبص على الأعداد الـ prime اللي موجودة أقل من أو تساوي جزر الرقم ده جزر المية ده ونتأكد إن المية بتقبل الإسمة على أحدهما أو لا لو قبلت الإسمة على أي رقم منهم يبقى ده composite integer لو ما قبلتش الإسمة على ولا رقم منهم يبقى ده prime number تعالا نشوف كده الجزر التربيعي الـ 100 هو equal 10 يبقى الـ prime numbers اللي أقل من أو تساوي العشرة هي كام؟ قال لي الـ 2 والـ 3 والـ 5 والـ 7 دولة الأعداد الأولية اللي أقل من أو تساوي العشرة طيب هنبدأ بقى نتأكد هل المية بيقبل الإسمة على أي حاجة من الحاجات دي ولا بيقبل عليهم كلهم ولا بيقبلش على ولا واحدة منهم لو المية ما قبلتش الإسمة على ولا رقم من الأربعة دول يبقى المية دي prime number لو قبلت الإسمة على رقم منهم على الأقل يبقى المية دي composite integer أو composite number طب نشوف كده لو أخدنا المية وبدأنا مع الـ 2 حاليا بتقبل الإسمة على الـ 2 ده معنى أن الـ 2 يعني 100 على 2 هيطلع لك 50 ويتبقى صفر يبقى بتقبل طب الخمس بتقبل برضو 100 على الخمسة برضو بتقبل يبقى إذن الـ 100 دي أتبر إيه قال لي ده كده ما يبقاش prime وبيسمى composite integer لأنه قبل الإسمة على أحد الأعداد الأولية اللي أقل من أو تساوي جزر الرقم اللي هي كتل الـ 2 والـ 5 وكتأي واحدة منهم لوحدها كانت تكفي أن تخلي الرقم دوت كده composite integer ما أصبحش كده طبعا prime لأنه عشان يبقى prime integer كان لازم يبقى يبقى إسمة على نفسه والواحد بس مثال كمان مثلا زي الـ 101 أو 101 هل هو prime ولا لا دم أنا دلوقتي علشان أقعد أشوف المية واحد ده prime ولا لا هقعد أشوفه بيقبل إسمة على كل الأرقام اللي قبله أو أي رقم اللي قبله ولا لا من أول ما بعد الواحد يعني من أول الـ 2 والـ 3 والـ 4 لغاية المية يعني كده لغاية المية وواحد وعشان أقعد أجرب كل الأرقام ديت عضيق وقت كبير جدا لو كان الرقم ده أكبر كمان من كده لا يبقى نستخدم الثيوريم اللي قلنا عليها إن انتهات جزر التربيعي للرقم ده وبعدين دور على الأرقام اللي أقل من أو تساوي جزر التربيعي للرقم ده هل المية واحد بيقبل إسمع الاتنين لا يعني الاتنين المية واحد والصفر المية واحد بيقبل إسمع التلاتة لا طيب المية واحد بيقبل إسمع الخامسة لا المية واحد بيقبل إسمع السبعة لا خلاص ما بيقبلش إسمع لأ ولا واحد من الأرقام اللي هي الأولية اللي أقل من أو تساوي جزر الرقم إذن الرقم ده يبقى ده على طول طب لو رحنا على وعايزين نكتبه في صورة حاصل ضرب عدد اولي. ده بنسميه ايه? ده بنسميه زي ما قلنا من شوية. احنا قلنا كعدتين من شوية. الكعدة الاولانية الوضحنا واستفدنا منها في المثالين اللي فاتوا. اللي هي انه لو كان العدد ده اولي اي اي او كان العدد ده كان هيقبل اللي اسم على احد الارقام اللي هي اقل من او احد الارقام الاولية اللي اقل من او تساوي جزر الرقم. الجزر التربيعي للرقم. وده الليschool اتكدنا منه في المسالين اللي فاتوا. اخدنا قابلها برضو حاجة تانية مهمة قوي بتقول ان اي رقم انتجر اكبر من الواحد نقدر ان احنا نكتبه باحد طريقتين. يا اما هو هيكون فيتكتب ذات نفسه بالرقم نفسه. يا اما هيتكتب بحاصل ضرب اعداد اولية. سواء بقى عددين تلات اربعة مقوم حاصل ضرب اعداد اولية. وشفنا مسال الاربعة اتنين في اتنين. التمانية مثلا اتنين في اتنين في اتنين. تمام? وهكذا يعني. طيب. عايز بقى ما يكون اي رقم عندي اقدر اطلع عليه حاصل ضرب الاعداد الاولية ده. او اقول انه هو اولي. فحيبقى حاصل هو قدر رقم نفسه. الرقم نفسه مسلا في واحد. هو هو الرقم مخلاص. يبقى ده اللي احنا بنسميه البرائم فاكتوريزيشن. موضوع البرائم فاكتوريزيشن ده موضوع مهم جدا. وما ابني عليه تطبيقات كتير بعد كده. نكلم فيه. فعايزين نبدأ مع رقم مثلا المية. المية دي عبارة عن كام في كام في كام في كام من الاعداد الاولية. اولا محتاج ان انت تكون اه تجيب وتجيب الجزر التربيعي لها علشان تبدأ تقسم على الارقام دي. اللي هي اقل من او تساوي جزر التربيعي للرقم. علشان لو ما قبلتش الاسمة على كل الارقام اللي اقل من او تساوي جزر الرقم. ازا الرقم دوت اساسا اولي. ويبقى يبقى بتاعه هو هو نفسه. الرقم نفسه. مش هتترى بحاجة في حاجة. انما لو جبنا مثلا المية. طلعنا من الاتنين والتلاتة والخمسة وسبحة. احنا جزا كنا عاملنا من شوي. هلاقي ان الاتنين بتقبل المية بتقبل الاسمة على الاتنين. فما تيجي تعمل عملية اسمة عادية هتقول مية على الاتنين. هيطلع لك الخمسين. الخمسين برضو انت عارف ان هي بتقبل الاسمة على الاتنين. الارقام بسلا هنا بسيطة. بس لو انت لو الرقم ده عايز تمشي يعني بالطريقة دي هتجيب جزر الخمسين. وتشوف الارقام اللي اقل من او تساوي جزر الخمسين ده. اقل من او تساويه. هيطلع لك مسلا جزر الخمسين ده كزا. فده تشوف بس ان اتنين تلاتة مش عارف ايه. تبدأ تاخد الارقام دي تقسم الخمسين عليه. فيبقى على الاتنين نفعت فيها الخمسة وعشرين. الخمسة وعشرين هتلاقي بتقبل على الخمس. الخمسة على الخمس. وكزا. لغات ما توصل للواحد. هيطلع لك هنا ايه? اتنين في اتنين في خمسة في خمسة الاتنين دي عدد اولي والخمسة دي عدد اولي تمام وانا دايما بقسم هنا على الاعداد الاولية يعني دايما هنا بقسم على الاعداد الاولية يبقى دايما دي كده برايمز ما بقسمش على على ارقام غير برايمز ما بقسمش على الخمسين على العشرة على الستة لأ بقسم على اعداد اولية فقط والاعداد الاولية اللي بقسم عليها لازم تكون اقل من او تساوي جزر الرقم سواء بقى كان جزر المية او في الخنة اللي بعدها تبقى جزر الخمسين في اللي بعدها تبقى اقل منها وتسوي جزر الخمسة وعشرين هنا تبقى اقل منها وتسوي جزر الخمسة وهكذا لغاية ما تصل هنا للواحد بتقف ويبقى 2 في 2 في 5 في 5 يساوي المية اللي هو الرقم اللي عندك بس كده انا كتبته في صورة حاصل ضرب اعداد اولين ضربت الاتنين في الاتنين في الخمسة في الخمسة طلعت ال 100 فتبقى 2 square times 5 square ده اللي احنا بنسميه prime factorization ناخد مثال كمان one thousand one الف واحد الف واحد ده الجزر التربيعي ليها هيطلع لك ارقام انا عايز الرقام الاولية الاقل من الجزر التربيعي ليها فهيطلع لي هنا اتنين تلاتة خمسة سبعة داشر تلاتاشر سبعتاشر دي يعني تبقى عارف مثلا اول اول عشر ارقام اولية كده مثلا تبقى عارفهم زي الارقام اللي قدامنا دي مثلا مش اكتر من كده يعني ان شاء الله وتبدأ تشوف تجرب المية الف واحد دي لما تقسمها على الاتنين مش هتنفى على التلاتة مش هتنفى على الخمسة مش هتنفى على السبعة هتلاقى نفعت يبقى لو قسمنا على السبعة هيطلع لي مية تلاتة واربعين هاخد المية تلاتة واربعين وروح اعمل فيها نفس الكلام جزر التربيعي المية تلاتة واربعين واشوف الارقام الاولية اللي اقل من الجزر التربيعي ده هيطلع لي اتنين تلاتة خمسة سبعة احداشر هرجع هقسم بقى 143 على 2 لا على 3 لا على 5 لا على 7 على 11 فيها 13 هروح اخده 13 الجزر التربيعي لل13 كام الاقل منه يعني اولي 2 و 3 هقسم على 2 لا على 3 لا يبقى التلاتاشر ده ايه عدد اولي اصلا ذات نفسه يبقى هو اصلا عدد اولي يبقى هقسمه على نفسه على 13 ويبقى هنا حاصل الضرب ايه طبعا هتساوي واحد خلاص يبقى 7 في 11 في 13 7 في 11 في 13 يبقى قدرت امثل الرقم ده اللي هو الكمزت نمبر ده قدرت امثله في حاصل ضرب اعداد اوليه زي ما احنا شايفين كده ده اللي احنا بنسميه مهم جدا عندي قعدة كمان تقدر تعرفني الاعداد الاولية اللي هيقل من او تساوي رقم معين يعني انت وصلت عند رقم معين كده وعايز تعرف 100 مثلا فعايز تعرف كل الاعداد الاولية اللي قبل المية من اكبر من الواحد لغاية المية فعايز تجيبهم كده وتشيل الباقي فعندي هنا في طريقة تقدر تعملي الموضوع ده الطريقة دي تنسبة للعالم اللي هو اليوناني والاسم بتاعها على الاسم بتاع العالم دوت واسمها هي طبعا اسمه غريب شوية اسمه صعب يعني والكلمة اللي في الاول ديت معناها غربال او زي منخل كده تمام زي اللي بيستخدم مثلا في الاسمنت او في الدقيق او الحاجات دي علشان يعمل غربال الحاجة فينقي الارقام اللي هي البرايم ويحزف الارقام النوت برايم تعال نشوف كده الطريقة دي هتشتغل ازاي ناخد مثال على الايجاد الاعداد الاولية التي لا تتخطى الرقم 100 يعني غاية رقم 100 من اول ما بعد الواحد طبعا انا الواحد ما يعتبرش عدد اولي فمن اول للاثنين لغاية المية عايز اعرف الارقام الاولية اللي موجودة بين الاثنين والمية فاللي اول حاجة هعمل نفس الطريقة اللي كنت بعملها من شوية ان انا هجيب جزر المية دي علشان اعرف الاعداد الاولية اللي هي اقل من او تساوي جزر المية جزر المية طبعا اللي هي العشرة فقدر اطلع هنا اتنين وثلاثة وخمسة وسبعة دولة الاعداد اللي هي الاولية اللي اقل من او تساوي جزر الرقم جزر المية بس مش دي الاعداد الاولية الوحيدة اللي موجودة ما بين الاثنين والمية لا في اعداد اولية تانية كتير والمي. هما فين بقى؟ ده السؤال بتاعي ده اللي انا عايز اجيبه. بس دي هي الاساس اللي انا هبدأ من خلاله اللي هو الارقام دي. شوية الارقام دول. لان الاتنين هي عدد اولي. وكل حاجة بتقبل الاسم على الاتنين هي عدد غير اولي هي كومزت نامبر. والتلاتة هي عدد اولي. وكل الارقام اللي بتقبل الاسم على التلاتة هي عدد كومزت نامبر. not براي. والسيفن والفايف نفس الكلام. فهو بيبدأ يعمل الغربلة دي بالطريقة دي يعني بيبدأ يستخدم يعني يفكد يعني يفلتر الأرقام بالطريقة دي فكتب الأرقام كلها هي من واحد لمية زي ما احنا شايفين وبدأنا مع بعض نقول قادي الاتنين أول عدد أولي قابلنا وهنمسح كل طبعا الاتنين معانا هو عدد أولي لأن احنا قلنا خلاص الاتنين والتلاتة والخمسة والسبعة دولة اللي احنا نبدأ نبني من خلاله فبدأ بالاتنين كل رقم بيقبل الاسم على الاتنين نحط تحته خط وبعدين حنشيله يبقى شال الأربعة شال الستة شال التمانية والعشرة والاثناشر والاربعتاشر والستاشر لغاية مواصل للمية كل الأرقام دي مالها بتقبل الاسم على الاتنين يعني الاتنين بتدفايدز كل الأرقام اللي انت شايفها تحتها خط دي فبنان عليه كل الأرقام دي اللي بتقبل الاسم على الاتنين أكيد هي مش برايم لانها كده قبلت الاسمع على نفسها وعلى الواحد وعلى الاتنين فخلاص ما نفعتش مش هتنفع معانا فهنشله فهنحزفه فيوم جاي حازف كل الارقام اللي بتبقى الاسمع على الاتنين عشان ما يعودش يشغل دماغه بيه بعد كده هنروح للتلاتة هنعمل معها نفس الحوار بتاع الاتنين هنشوف كل الارقام اللي بتبقى الاسمع على التلاتة ونبدأ نحزفه فهنروح لاول نشوف كل الارقام اللي بتبقى الاسمع التلاتة نعلم عليها وبعدين نشيلها من الارقام اللي هم الميت رقم اللي موجودين عندي. وبعدين نروح للخمسة الرقم اللي بعده فهتلاقي الفاليو اللي بعدها اللي هي الخمس فهتلاقي الخمسة وعشرين الخمسة وثلاثين الخمسة وخمسين الخمسة وستين كل الارقام ديت هتتشال. وبعدين نروح لمين اللي بعد كده للسبعة كل الارقام اللي بتبقى الاسمع السبعة برضوها هتتشال. هيتبقى لك شوية الارقام اللي بالازرق اللي قدامك دي اللي هي دي الاعداد الاول. اللي 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 موجودة. طبعا الواحد برا برا الموضوع. هلي بنتكلم على اركام اللي اكبر من الواحد. فالواحد اصلا كده 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 ما هوش اولي ولا كونبزت. فبرا اللعبة. بنتكلم من اول الاتنين لغاية المية. اللي تبقى عندي الاركام اللي بينون الازرق. هي د Leon الأعاداد الاولية اللي ما بين الاتنين والمية. هل لي ما بين الواحد والمية بس اكبر من الواحد واقل منها او ساوي المية. اللي هما الاتنين والتلاتة والخمسة والسبعة و 없이 اش larやって لغاية اكبر حاجة كانت سبعة وتسعين. ده برضو آآ فيديو يوضح لنا الموضوع اهوات ادي الاتنين ده برايم نمبر كل اللي بيقبل اسم على الاتنين ده طبعا شغال لغاية مية وعشرين. يعني شغال لغاية رقم مية وعشرين. التلاتة نفس الكلام. كل الاخدر ده بيقبل اسم على التلاتة. الخمسة نفس الكلام. كل ده بيقبل على الخمسة. بعد كده السبعة. خلاص. يتبقى لك بقى ايه? الارقام الاولية. اللي بقي ده كله ارقام اولية. كل اللي بقي اللي ما تشطبش هو ده الارقام الاولية اللي موجودة عندي. تمام. دولت كده مجموعة الارقام اللي ما بين الاتنين والمية وعشرين. من خلال الموضوع دوت بن بنروح لجزئية من الاجزاء المهمة قوي وهي اللي هو القاسم المشترك الاعظم. او نقدر نقولها كده بال يعني باللغة نبقى فاهمينها شوية وهو لو انت عندك حاجتين بتاخد منهم عامل مشترك فانت ايه اكبر عامل مشترك ممكن تاخده من الحاجتين دول? فهو اكبر عامل مشترك. اللي هو القاسم المشترك الاعظم اللي هو بنختصره طبعا برمز جي سي دي. يعني بداية كل كلمة. جي سي دي اللي هو جريتست كومان ديفايزور. اللي هو عن الموضوع بالرمز جي سي دي. وده بالعربي كده هو اكبر عامل مشترك ممكن تاخده من رقامين. نقدر نعرفه ازاي. هل اللي احنا اخدناها دي تقدر تساعدنا في الموضوع ده? اه طبعا. وحاجات تانية تقدر ساعدنا برضو هنتكلم فيها كمان شوية. بس المهم عايزين دلوقتي ناخد ازاي نقدر نجي بالجريتست كومان ديفايزور لرقامين اي و بي. اتنين انتجرز. بس ما يكونوش الصفار. والرقامين دولت نقدر نحنا نطلع لهم يعني انتجر معين اسمه دي. بس يكون هو اللي بيقبل اللي بيقسم الاي وبيقسم بي. يعني الاي بتقبل الاسم عليه. والبي بتقبل الاسم عليه. اللي هو الدي ده. في الحالة دي يبقى ده اللي احنا بنسميه الجريتست كومان ديفايزور لل اي اند بي. وبنرمز له بالرمز كده جي سي دي. تفتح قصين تكتب الرقامين اللي هم او تفتح اكواس وتكتب ايه وبي. ده هنجيبه ازاي بقى? قال لي لو انت متاح معاك ان انت توجد اللي احنا كنا بنجيبه في 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 الجزئية اللي فاتت. اللي احنا عندنا الرقم نكتبه عن طريق حاصل ضرب اعداد اولية. او لو كان هو اولي فيبقى هو نفسه. وبعد ما تجيب الرقمين بالشكل ده. يعني الرقم الاولين اللي اسمه ايه? تكتبه في حاصل ضرب اعداد اولية. والرقم التاني اسمه بي تكتبه في حاصل ضرب اعداد اولية. يبقى ده بنسميه للاي والبي. تبدأ بقى تجيب الجي سي دي للاي والبي ازاي? ان انا ابدأ اخد الرقم الاولي اللي هو اللي من هنا اللي من هنا. يعني نفس الاساس. واحط لهم يعني مسلا على سبيل المسال. كان هنا مسلا مكتوب وهنا كان مكتوب يبقى اخد الاتنين واكتب اخد من الاتنين. تمام? طب لو كان الرقم مش موجود عند التاني. يعني هنا ده موجود عنده مسلا ده مش موجود عنده خالص. اعمل ايه? احط له زيرو. ولما اجي اخد اخد واخد المينمام اللي هو الزيرو. هتشوف الكلام ده على مسال هتلاقيه واضح جدا. بس خلينا الاول نوضح مفهوم الجريست كومند فيزر وهو ان انت بتاخد اكبر عامل مشترك ما بين رقمين. يعني زي الاتناشر والتمنتاشر. تقدر تاخد ما بينهم عامل مشترك واحد او اتنين او تلاتة او ستة. كلهم ينفعوا يتاخد عامل مشترك ما بين الاتناشر والتمنتاشر. بس هتلاقي ان الستة هو اكبر رقم ممكن تاخده كومند فاكتور ما بين الرقمين دول. فده اللي احنا طلعوا بقى من الارقام. نفس الكلام مثلا الاربعة وعشرين وستة وتلاتين. ما بينهم عامل مشترك واحد واتنين وتلاتة واربعة وستة واتناشر. كل ديت ما بين الاربعة وعشرين وستة وتلاتين. بس اكبر واحد فيهم مين هو الاتناشر. عشان كده بنقول ان هو ما بين الاربعة وعشرين وتلاتين هو الاتناشر. ازاي بقى اقدر اوصل رقم الاتناشر ده لان الارقام ساعة ما تبقاش بالسهولة دي. فلو بصنا على المثال ده اللي احنا عارفين فيه ان الاجابة بتاعته بالساوي اتناشر. زي اللي قدامنا ده. تعالوا نحلو بقى بطريقة اول حاجة عنا عاملها ان احنا نبدأ نجيب يعني نبدأ الاول اول حاجة نجيب الجزر التربيعي للاربعة وعشرين. علشان من خلاله نطلع الاعداد الاولية اللي اقل من او يساوي جزر الرقم ده. ونبدأ من خلالها نقسم على الاعداد ديت على يعني نقسم الاربعة وعشرين بقى على الاعداد دي لغاية ما نطلع هو الرقم ده ممكن نكتبه ازاي باستخدام الاعداد الاولية. فلو جيبنا طبعا جزر التربيعي للاربعة وعشرين هنلاقي ان الاعداد الاولية اللي اقل من او يساوي الرقم ده هو الاتنين والتلاتة. لان الرقم بتاع الجزر ده هيكون مش هيوصل لغاية الخامسة يعني فهيبقى اول عددين بس هما اللي معايا اتنين وتلاتة. ولبدأ نقسم الاربعة وعشرين على الاتنين. لو احنا طبعا الرقم ده بنقسمه على الاتنين ما قابلش. بنقسمه على التلاتة ما قابلش يبقى على طول نعرف ان الرقم ده عدد اولي. بس احنا بداية ما بدأنا نقسم الاربعة وعشرين على الاتنين لانها بتقبل كسمة على الاتنين. يبقى الاربعة وعشرين على الاتنين فيها الاتناشر. يبقى خلاص يبقى العدد ده خلاص. ونقسم تاني على الاتنين فيها الستة. على الاتنين فيها التلاتة. على التلاتة فيها الواحد. يبقى وصلنا دلوقتي ان احنا بنقول اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة. دايما انا بستخدم الاعداد الاولية في الاسمة زي ما وضحنا قبل كده. يعني الرقم ده او الاربعة وعشرين ده نقدر نمثله عن طريق حاصل ضرب اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة. يعني بالشكل ده. ولو روحنا الناحية التانية على هنجيب برضو الجزر التربيعي ونشوف الاعداد الاولية اللي اقل من او تسوي الجزر التربيعي ده اللي هو هيبقى تقريبا كام ستة فيبقى اتنين وتلاتة وخمس. دي الاعداد الاولية اللي اقل من الستة. اتنين وتلاتة وخمسة. او اقل من او تسوي الستة. فلو اخدنا اسمنا الستة وتلاتين على الاتنين هتقبل على الاتنين فيها التمنتاشر. على الاتنين تاني فيها التسعة. التسعة مش هتقبل على الاتنين. طب تقبل على التلاتة اه تقبل على التلاتة. على التلاتة تقبل على التلاتة فيها الواحد. يبقى يطلع لي هنا اتنين في اتنين في في ثلاثة يعني يبقى ده كده للستة وتلاتين وده للاربعة وعشرين لما نيجي بقى نطلع ما بين الرقمين دولت بناخد الاساسات اللي موجودة وناخد المينيمام باور يبقى هنا هنحط الاتنين وهنا هناخد التلاتة ونبدأ بقى نشوف الباور ده تلاتة وده تنين يبقى الاتنين وده واحد وده اتنين يبقى ناخد الواحد طيب زي ما انا قلت من شوية لو انت لقيت ان لو في هنا مسلا مضروبة في خمسة مسلا يعني وهنا مفيش دي خمسة تربيع مسلا ودي مفيش تعمل ايه ثم زود انت هنا في خمسة باور صفر ولما تيجي تاخد الرقم هتاخد الخمسة وتاخد المينيمام باور فهتاخد الصفر فكينك بضرب واحد يعني مش يبقى لها لازمة بس عشان انت ما تلغباش دايما تخلي الاساسات بتاعتك واحدة كده يعني اي رقم تلاقيه موجود هنا مش موجود هنا زوده وحط له باور صفر فانت ما بتأثرش في المسألة في حاجة طبعا ده مش تابعنا في المسألة بس على التوضيح يعني تمام يبقى كده اصبحت تو باور فور تايمز ثري يعني اربعة في تلاتة في اتناشر يبقى الاتناشر ده فعلا هو اكبر رقم ممكن تاخده عامل مشترك ما بين الاربعة وعشرين والستة وتلاتين اللي احنا بن ساميل قاصم المشترك الاعظم تعال نشوف بقى مثال تاني اه زي المية وعشرين والخمسمية مصر فمية وعشرين وخمسمية مفروض ان اه عايز اخد ما بينه معامل مشترك فاخد كام يعني اخد رقم كام فمش عارف فعامل ايه هروح اجيب البرايم فكتوريزيشن للمية وعشرين طبعا انا ممكن اقولك ان الاتنين تنفع ان الخمسة تنفع مش عارف ايه بس انا عايز اكبر رقم اكبر رقم اللي اتنين دول يقبلوا الاسم عليه هو ده الهدف يعني اكبر رقم اللي اتنين دول يقبلوا الاسم عليه هو كام فهنشوف المية وعشرين جزر تربيعي هنطلع على العداد الاولية اتنين تلاتة خمسة سبعة دولة الاعداد الاولية اللي اقل من او يساوي الجزر التربيعي ده طيب تمام وانهم جاينا عاملين ايه اسمين المية وعشرين على الاتنين نفعت تمام على الاتنين فيها الستين على الاتنين فيها التلاتين على الاتنين فيها الخمستاشر طبعا الخمستاشر على الاتنين لقى مش نفع طبعا التلاتة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد يعني معنى كده ان المية وعشرين يعبارة عن اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة في خمسة يعني تعال نروح الناحية التانية الخمسمية جز التربيع للخمسمية الاعداد الاولية اللي قبله هي دي هنقسم على الاتنين من اولها كده نفعت هي على الاتنين 150 125 بعد كده على الخمسة فيها الخمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد يبقى 2 في 2 في 5 في 5 في 5 يبقى 2 power 2 times 5 power 3 لما نجي نجيب ما بين الرقامين لهم مواخدين الأساسات الأول اللي هم الاتنين كاتبينها التلاتة كاتبينها الخمسة كاتبينها لهم مواجدين هنا وهنا 2 و 3 و 5 هنا 2 و 5 ما فيش هنا 3 ثلاثة باور زيرو فيش مشكلة خاصة وبقى هنا في النهاية كده بقى معي 2 و 3 و 5 وهنا 2 و 3 و 5 نبدأ بقى ندور على ايه على المينيمم باور يبقى المينيمم باور ما بين هنا دي 2 power 3 ودي 2 power 2 المينيمم كام 2 يبقى 2 power 2 3 power 1 ودي 3 power 0 من المينيمم الزيرو يبقى ناخد 0 ال 5 power 1 ودي 5 power 3 من المينيمم يبقى 1 يبقى ناخد الواحد يبقى هنا يطلع لي 2 square times 3 power 0 times 5 power 1 هيتطلع لي 20 يبقى العشرين هو اكبر رقم ممكن تاخده عامل مسترق ما بين رقمين دول او هو اكبر رقم الرقمين دول هيقبله الاسم عليه طيب نشوف definition بقى باستخدام الجي سي دي وهو اننا لو عندي integers A و B نقول عليهم relatively prime امتى قال لي لو كان الجي سي دي بالنسبة لهم بيسوي واحد يعني لما يكون عندي رقمين زي كده ويقول لي الرقمين دول او مجاي رايح جيبلهم الجي سي دي ما بين السبعتاشر والاتنين وعشرين ازا طلع بيسوي واحد يبقى فعلا هم طلقاش بواحد تلعب اي رقم تاني يبقى لأ عشان كلا لو رحنا هنا هنلاقيها بواحد فعلا لان هتلاقي ان السبعتاشر ده قردي عدد اولي وهتلاقي ان الاتنين الاتنين وعشرين تقدر تقول اللي هي عبارة عن اتنين في احداشر يبقى لو جيت تقول هنا سبعتاشر ويبقى ده ده الاولاني سبعتاشر يبقى سبعتاشر زي ما هو وده هيكون الاتنين وعشرين هو عبارة عن اتنين في احداشر يعني تو باور وان حداشر باور وان وهنا عبارة عن سبنتين باور وان زود هنا الاتنين وزود الحداشر باور زيرو وزود هنا السبعتاشر باور زيرو فلما تيجي تاخد هتقول اتنين باور زيرو حداشر باور زيرو سبعتاشر باور زيرو هتاخد المينيومان باور فهتاخد كل البار بتاعهم صفار فهيطلع لك واحد في الاخر يعني ده يساوي مضروبة في 11 مضروبة في 17 وتاخد بقى المنمم بار هيطلع 0 0 0 فهيطلع لك في الاخر واحد طيب والموضوع ده ممكن يعمم على مجموعة يعني بدل ما هم رقمين بس وبتعمل ما بينهم الجي سي دي لا ده ممكن اجيب لك مجموعة ارقام بس في الحالة دي بقول على وفي الحالة دي انت تعمل ايه هتجيب الجي سي دي ما بين كل اتنين مع بعض يعني واحد مع اتنين واحد مع تلاتة واحد مع اربعة واحد مع ان بعد كده اتنين مع تلاتة اتنين مع ان وهكذا وكلهم لازم يطلعوا بكام؟ كلهم لازم يطلعوا بواحد زي مسلا المسال ده كده 10 17 21 هل دي وكمان اتأكد لي من 10 19 24 يبقى ده سؤالين تعال نكشوف الاولين ده 10 17 21 هنعمل ايه؟ هنشوف الاول ما بين العشرة والسبعتاشر هيطلع بواحد وما بين العشرة والواحد وعشرين بواحد برضو وما بين السبعتاشر والواحد وعشرين بواحد برضو طالما ده بواحد وده بواحد وده بواحد يبقى في الحالة دي نقدر نقول ان التلات ارقام دولت بتسوي اتنين. يعني اقدر اخد اتنين عمل مشترك ما بين العشر والاربعة وعشرين. وفي الحالة دية مش بواحد. طبما في حاجة ما بقتش ما صح. يعني حاجة delay. يبقى علىطول خلاص بقت not. يبقى علىطول هنا بقت يبقى يبقى موضوع ما بين الرقمين يبقى يكون الجي سي دي ليهم بيساوي واحد. لما يكونوا مجموعة ارقام لازم يكون ما بين كل اتنين اي اتنين مختلفين لازم يطلع كل واحد. لازم يطلعوا كلهم بواحد. لو حاجة منهم طلعت مش بواحد زي المسال ده يبقى على طول بتبوز السلسلة كلها. طيب اللي غير الجي سي دي اللي هو ايه تاني? قال لي ال L C M. ايه ال L C M ده بقى? اللي هو اللي هو اللي هو عبارة عن ايه بقى? قال لي عبارة عن المضاعف المشترك الاصغر. طب برضو ده معناه ايه يعني بالعربي كده? قال لي معناه ان انا ما هو اصغر رقم صحيح يقبل اسمع على الرقمين اللي عندك. على الايه وعلى البي. يعني انت عايز دلوقتي عندك مثال زي كده مثلا اه اكس اوفر ايه زائد واي اوفر بي. وعايز توحد المقام. فعندك المقام بتاعك هنا ايه? وهنا بي. فاللي كنت بتعمل ايه? احنا كده بنحل ازاي? كده بنضرب الاتنين دول في بعض صح? بنقول ايه في بي. كده يبقى احنا وحدنا المقام. فلما نيجي نقسم ايه على بي هنا يقبل. لانه في ايه هيتبقى بي. يبقى بي في اكس. زائد. لما نقسم ده ينفع. هيتبقى ايه بقى ايه في واي. كنا بنعمل كده. الحل ده يعني اه مش افشنس خالص. ليه? لانه مش 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 ال ايه في البي. هو ده اصغر حاجة كنت ممكن تستخدمها. وتقبل الاسم على الايه وتقبل الاسم على البي. انت محتاج تدور على اصغر حاجة تنفع. اصغر حاجة تنفع تقبل الاسم على الايه وتقبل الاسم على البي. هو ده اللي بنسميه اللي هو الالسي ام. يبقى ده المقصود بالمضاعف المشترك الاصغر. ان انا عايز ادور على حاجة تنفع تتقسم على الرقم الاول وتنفع كمان تتقسم على الرقم التاني وتكون هي دي اصغر قيمة ممكنة ممكن اجيبها. مش ان انا اضرب الرقمين في بعضي ورايح دماغي. تمام? لا. انا عايز ادور فعلا على الرقم. اصغر رقم ممكن ينفع على الموضوع ده. فالل سي ام هتلاقيه بيجي بنفس طريقة الجي سي دي اللي فاتت. بس هنا بدلا ما بياخد الميليمم بياخد المكسيموم. بس. الفرق ما بينهم ان ان هو بياخد المكسيموم باور. يبقى بيدور على البار اللي هنا والبار اللي هنا وياخد الكبير. ال emanال تاني كان بياخد الميليمم. يبقى لو روحنا للمسألة اللي اربعة وعشرين والستة وتلاتين اللي احنا حلناها مع بعض. طبعا لو واحد جي يريده عنده حاجة زي كده زي ما قولنا. اكس على اربعة وعشرين زائد واي على ستة وتلاتين. هيعمل ليه? هيوم جهى ضارب اربعة وعشرين في ستة وتلاتين. وهكذا. طبعا كلام ده غلط. ليه? لان الرقم ده مش هو الرقم الاصغر. اللي ممكن تستخدمه. ويقبل الاسم هنا ويقبل الاسم هنا. مالكونا ليه بنعمل كده? علشان ده هو الحل الاسهل اللي انت بتضامن فيه انك لو رحت تقسم ده هنا هيقبل لانه مضروب اصلا في اربعة وعشرين. ولو رحت تقسم ده هنا هيقبل لانه مضروب اصلا في ستة وتلاتين. فكده كده هيقبل هنا هيقبل هنا. انما دلوقتي مفروض ان انا اعمل ايه? لأ ده انا هجيب اللي هو طو باور ثري في ثري زي ما عملناها بقى قبل كده في الخطوة بتاعت الجيس دي. وهنا هيبقى طو باور تو في ثري باور تو. وناخد ال الاساسات دي اللي هي الاتنين والتلاتة. وناخد بقى المكسيمان باور. يعني هنا تلاتة وهنا اتنين. ناخد التلاتة. وهنا واحد وهنا اتنين. ناخد الاتنين. فيطلع لي اتنين وسبعين. يبقى مفروض كنت بدل مكتب كده اكتب هنا اتنين وسبعين. فالتنين وسبعين ده هتلاقيه بيقبل على الاربعة عشرين. وهتلاقيه بيقبل برضو على الستة وتلاتين. هو ده 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 اللي احنا عايزين نوصل. طب هل ايجاد يعني ال جي سي دي والال سي والال سي ام دولت يعني موضوع برضو سهل مش مكلفة. لا طبعا موضوع برضو لما بيكون الرقم كبير بيبقى مكلف جدا. علشان كده احنا كمان شوية هتلاقينا بناخد طرق ايجاد الجي سي دي بطريقة مور افشنت. لان طريقة الطريقة بتاعت ديت يعني مهلكة جدا. لانك عشان تقعد تجيب لرقم ممكن تاخد وقت كبير في ايجاد للرقم ده. فاحنا لازم يكون في عندنا بدائل بدائل او طرق تكون اسهل شوية او تكون بتاعتها اقل شوية. ده نتكلم عنه ان شاء الله في كمان شوية. بس خلينا ناخد مثال تاني زي المية وعشرين والخمسمائة اللي احنا جابنا له قبل كده الجي سي دي كانت بتساوي عشرين. طبعا للمية وعشرين والخمسمائة. تعالوا نشوف اللي بنسبة له ما هيبقى عامل ازاي. نفس الكلام هو هو. قلنا الانصر اللي مش موجود او الرقم الاول اللي مش موجود هنا نزوده هنا. لو حاجة مش موجود هنا زودها الناحية التانية تبقى سريه باور زيرو. لما تيجي تاخد الاساسات هتاخد الاتنين والتلاتة والخمسة اللي هما موجودين في كل في الطرفين. وتاخد الماكسمن باور يبقى هنا التلاتة وهنا اتنين ناخد التلاتة يبقى توباور ثري هنا ثري باور وان هنا ثري باور زيرو يبقى ثري باور وان فايف باور وان هنا فايف باور ثري يبقى فايف باور ثري نضرب بيتطلع لي تلات تلاف يبقى التلات تلاف ده هو اقل رقم كنتممكن تاخده يقبل الاسم على المية وعشرين ويقبل الاسم على الخمسمية في نفس الوقت. انما ما كانش يعني ينفع ان انت تضرب خمسمية في مئة وعشرين لاني ده هيديك رقم كبير قوي مش هو ده اقل رقم تممكن تستخدمه. اه والله طبعا احنا بنحاول نهتم بتقليل الارقام. تقليل الارقام ده موضوع مهم جدا لان كل ما الارقام تبقى اكبر كل ما يسبب لك مشاكل في عملية الدرب والباور والميموري وهكذا فيبقى عندك مشكلة. انما كل ما تخلي الارقام اصغر كل ما تبقى احسن. وعشان كده احنا بنحاول دايما ندور على اقل حاجة ممكن ناخدها هنا. ولما بندور برضو قبل كده على القاسم المشترك الاعظم او او اكبر عام المشترك فاحنا بندور عليه عشان نتخلص منه من الطرفين. يعني بحاول نصغر برضو الرقامين الاي والبي. عندي هنا نظرية مهمة قوي ان انت بتربط ما بين التلات حاجات بقى. ما بين العداد نفسها الاي في البي وما بين الجي سي دي وما بين الالي سي ام للرقامين يساوي حاصل ضرب الرقامين. يعني انت لو ضربت الاي في البي وكان عندك الجي سي دي تقدر تطلع منها الالي سي ام والعكس. اي حاجة يعني لو عندك اي حاجتين من التلاتة تطلع التالتة من خلال الريليشن دي. فهنا مسلا على سبيل المسال جالي مثال بيقول لي انا عايز الجي سي دي وعايز الالي سي ام للنفس الرقامين اللي هم المية وعشرين والخمسمية. فانت عتحل واحدة منهم بس. يعني انت عتحل الالي سي ام جبته. بعد كده تم عامل ايه? تم معاوض اطول في القعدة اللي هو حاصل ضربهم يعني مية وعشرين في خمسمية يساوي الالي سي ام اللي انت جبتها بقى هنا اللي هي تلات تلاف في الجي سي دي اللي انت عايز تجيبه. يعني تقسم بقى الطرفين على تلات تلاف تطلع اللي هي بعشرين. احنا كنا طبعا حلنا السؤال دوت يعني بس ده عشان وقرناك بس النظرية نفسها تبقى شغالة صح. والعكس لو انت حسبت الجي سي دي الاول وجبت منه اللي سي ام تمام برضو.